مولانا بدأنا نشوف في الفترة الأخيرة بشكل كبير جداً الناس بتيجي في مسألة زاول الاحتياجات الخاصة أو الأشخاص بمعنى أدق اللي هم عندهم إعاقات بأن هم بيبقى ليهم الدولة بتوفر لهم احتياجات خاصة بهم زي السيارات وما شابه ذلك فييجي واحد أنا كشخص عادي أنه هو يتوسط مقابل أنه هو أن أنا أدي له فلوس مقابل أنه أنا هيديني عربية من زاول الاحتياجات الخاصة والترخيص فإي وقعي فضلتك في النقطة ديت وهل ده ينفع أهدى من صغرات القانون الدولة عملت للمعوق أو لأصحاب الاحتياجات الخاصة سيارة بشروط متهودة صاحبنا رح اشتراها اشتراها بمية وباعها بمية وخمسين لأنها في السوق بمتين من الذي استفاد هو من الذي تنازل عن حقه في الاستعمال هو من الذي تصرف في ملكه هو يبقى إذن القانون ما يعرفش يعمل له حاجة طيب هي دي من الصورة يعني فيها عكس مراد المشرع آه فيها عكس مراد المشرع وهو كان يريد أن يخفف عن أصحاب الاحتياجات الخاصة أما ليه بنعمل كده حفاظا على المعاني العلية اللي هي ايه احترام الملكية لأنه هو هو اللي بيمتلك ولذلك لا يستطيع القانون أن يقول مثلا وليس هناك ولا يجوز له أن يبيعها مثلا ما فيش الحتة دي طب القانون ما قالش كده دي وكان سدها وعملها لأنه كده هيقضح في المعاني العلية أنا اشتريت العربية وأنا معاوية يبقى من حقي وبعدين رأيت أن أتنازل عنها فضلت المئة وخمسين على ذات نفس الخدمة اللي هتقدمها للعربية يبقى في حرية يبقى في هنا نوع من أنواع الملكية في هنا نوع من أنواع الحرية المعاني العلية دي ما أقدرش أن أنا أكر عليها بالبطلان علشان واحد أو اتنين اتصرف بهذه الطريقة ترجمة نانسي قنع